تحتدم المعارك على أكثر من محور في ريفي إدلب وحمى الجيش السوري في مواجهة جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها مقاومة فصائل المعارضة أطالت أمد المعركة وفاقمت الخسائر في صهوف الطرفين الجيش الروسي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى سوريا في الأيام الماضية تحركات تشي بلية موسكو حسب المعركة مع تصاعد التوتر في منطقة خبض التصعيد شمال غربي سوريا ومع الاتهامات الروسية لتركيا بعدم الإفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتي بشأن إدلب تحتدم المعارك بين الجيش السوري مع الفصائل المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة في ريفي إدلب وحمى وأمام هذه التطورات ومع تواصل الهجمات بطائرات من دون طيار على قاعدة حميميم الجوية الروسية قررت موسكو حسم هذه التهديدات التي تطال أهم قواعدها في سوريا وعليه دفعت روسيا بتعزيزات عسكرية كبيرة مع رصد ناشطون هبوط نحو 14 طائرة شحن عسكرية في حميميم فيما وصلت ميناء ترطوس سفينتان عسكريتان مما يؤشر إلى تصعيد واسع لحسم معركة إدلب موسكو بررت تحركاتها بأن لها أولويات في الملف السوري وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن إحدى تلك الأولويات تتمثل في القضاء على الإرهاب في إدلب إذن هو تباين تركي روسي إنعكس على مصار التطورات في محافظة إدلب فعلى الرغم من توافق الجانبين على تجنيب نحو ثلاثة ملايين شخص في المحافظة من ويلات الحرب وإعلانهم تهدئة لن تدم ساعات مع تجدد القصف والاشتباكات إلا أن تطورات الميدان خلال الأيام الماضية تؤشر على أن إدلب على موعد مع معركة طاحنة وتنضم إلينا من سيديوهاتنا في موسكو المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا أهلا بك سيدتي عبر سكاينيوز عربية يعني كان متوقع اليوم هذا الدعم المستمر ولكن بأن يكون الدعم باتجاه الحسم بأن يكون هذا الإنزال في مطار حميميم لهذا العتاد العسكري الضخم في أول قراءة كيف تجدين المشهد هل هي معركة للقضاء على كل الفصائل هل هناك اتفاق روسي تركي ضمني جاء ضمن إطار أيضا صفقة S-400 الروسية التي ستتسلم في الأسابيع القليلة الماضية لأنقرة وهل هناك ضمانات قدمتها روسيا مساء الخير الأسئلة كثيرة بالفعل ولكن بالنسبة للشبح عملية كبيرة في محافظة إدلب فلحد الآن أنا لا أرى إمكانية تجراء مثل هذه العملية نعم حكومة سوريا يمكن كانت ترعب بذلك منذ الأشهر ولكن روسيا دائما كانت واقعية الظروف الآن لا تسمح بإجراء مثل هذه العملية واسعة النطاق فما نرى هو تقدم خطوة بعد خطوة في ريف الجنوبي لمحافظة إدلب وهذا لابد منه لأنه في الوقت الأخير الجيش السوري قد استعاد بعض المناطق الريفية في جنوب محافظة إدلب وروسيا رحبت بهذا الشيء لأنه من هذه المناطق بالذات كانت تنطلق بعض العمليات الهجومية ضد قاعدة حميم في سوريا أما الآن الأمور قد تحسنت فأنا لا أستبعد أن عمليات دقيقة تستمر وأيضا اشتباكات ممكن تستمر ولكنني أستبعد إجراء عملية واسعة النطاق ولكن كيف تقرأين اليوم إيصال هذا العتاد الروسي القوات الروسية تنفذ عمليات تدريب محدودة هي تشارك أيضا في عمليات مراقبة وحماية لماذا اليوم إنزال عشر طائرات محملة بهذا العتاد وهناك معلومات وردت على وكالات روسية قبل أيام بأن بوتين أعطى الضوء الأخضر لحسم هذه المعركة والله بالنسبة للعتاد ووصول بعض الطائرات فهي دائما تصل وبعد الأحيان تعود إلى روسيا فأنا لا أرى شيئا استثنائيا الآن في التحضرات والوجود الروسي العسكري في سوريا على كل تم تخفيضه وهذا أعلنه وعدت مرات الرئيس بوتين فهون حسب معلوماتي لا لكن سيدة إلينا المعركة بين جبهة النصرى وفصائل المعارضة في مواجهة القوات الحكومية مفتوحة منذ أيام ودخلت أسبوعها الثاني نعم ولكن تركيز على المناطق الجنوبية في محافظة إدلب لا يجري حديث حول توسيع هذه العملية وكيف ممكن أن تحدث عندما تركيا تعطارد عليها بالشدة وروسيا تأخذ بعين الاعتبار موقف تركيا وأيضا الرئيس الاجتماعي يعبر أن قلقه بسبب الوضع الإنساني في محافظة إدلب وروسيا أيضا معنية بهذا الوضع روسيا لا تستطيع أن تغامر وروسيا لا تريد أن تغامر وحتى بالنسبة لتباينات في وجهة النظر ما بين تركيا وروسيا فهي دائما كانت موجودة ولكن هي لم تتوصل حتى الآن ولن تتوصل إن شاء الله في الوقت القريب لدرجة الخلاف بالعكس مثل ما ذكرتم هناك توريدات S-400 وروسيا تعرف بأن رئيس أردوغان قد وعد بتنفيذ هذه الصفقة في هذه السنة وحتى في الأشهر القادمة وروسيا لا تستطيع أن تغامر الآن بهذه العلاقة مع تركيا يعني تعطين الأهمية اليوم للعلاقة التركية الروسية ولكن كان يجري الحديث الشهر الماضي عن مؤتمر جديد تحضر له روسيا هي تريد إنهاء هذه المعارك الالتزام في الهدنة لم يقدم شيء لألفرقاء المتقاتلية على الأرض ولم يتفوق أي من الأطراف هي تتجه لدعم القوات الحكومية لحسب سريع قبل أي مؤتمر جديد أليس هذا أيضا السيناريو المرجح وإن كان لك الآن قراءة مختلفة لتطورات بالنسبة للمؤتمر أو بالنسبة للتحضرات والاتصالات الدبلوماسية فهي الآن موجودة ولكن مدى نجاحها متعلقة بتطور الأحداث على الميدان حتى منذ يومين الجيش الروسي قد أعلن أن هناك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ولكن تركيا قد نفد هذا الشيء حسب معلوماتي الاتصالات ما بين تركيا وروسيا حول تثبيت وقف إطلاق النار هي مستمرة فهذه الجهود تبذلها روسيا من أجل تخفيف التوتر صدقوني روسيا غير معنية بالتصعيد في محافظة إدلب وخاصة الآن عندما المنطقة كلها هي ساخنة وليس بسبب ما يحدث في إدلب ولكن ما يحدث حول إيران وإلى آخره روسيا قلق بسبب هذا التصعيد وروسيا معنية بالتخفيف التوتر الاتصالات الآن مع تركيا هي موجهة نحو عاد الشيء من ستوديوهاتنا في العاصمة الروسية موسكو المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر